وخلال مداخلته بإحدى جلسات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أكد الرئيس السيسي أن مصر ليست سوقا ضخما فحسب مشيرا إلى ما تمتلكه البلاد من قوة عاملة واعدة وأشهد الرئيس السيسي بقوة وصلابة الشعب المصري الذي واجه العديد من التحديات منذ عام 2011 بما يؤكد أن مصر بيئة آمنة للاستثمار 70% من شعبنا أقل من 40 سنة وده يعني أمر واعد جدا جدا لأي مستثمر عايز يجد قوة عاملة بتكلفة معتبرة بتكلفة بمالية معتبرة لكن الكلمة المهمة اللي أنا عايز أقولها مع كل اللي تقال من النهاردة وحيتقال أن هنا لازم نبص على أن في شعب شعب في مصر بقاله أكتر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل وده يمكن أكتر نقطة اسمحوا لي أن أنا أشهد لها هنا التحديات اللي قابلت مصر من 2011 لغاية النهاردة تحت ضخمة جدا وهي أتصور أن هي اختبار نجح فيه المصريين وبيأكد للمستثمرين أن البيئة بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة مش بقدرة دولة يعني مؤسسات الدولة لا بإرادة شعب شعب مصري شعب قوي صامد تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا في بعضها هو مش مسؤول عنها على الإطلاق شكرا